تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كرة واللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنمو عن من حيث أشكال أفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حلقة النقاش اليوم فيها شوية كثير رأي حيكون ظاهر بعكس معظم كثير حلقات نقاش كرة وهي حلقة عن نوضوع مهم جدا عن شلوتي والعودة إلى ريال مدريد المدرب اللي كان اسمه بعيد جدا عن ريال مدريد لكن بعد ما زيدان صرح ضد بيريز تصريخ غير مسبوغ وغير متوقع فرونتينو بيريز عرف أنه لازم يجيب مدرب يحبوا المدريديين ويحبوا الإعلام المدريدي حتى ما تتحول أني ران تجاه هو ضده خليني أجيب واحد تتعاملت معاه مش هعمل لي مشاكل بهذه السنتين وخلينا نشوف كيف تتمشي الأمور أم شلوتي من مدرب كان بعيد جدا عن التوقعات إلى الخيار رقم واحد بالنسبة لأي مدريد هل هذه الصفقة الصحيحة؟ هل هذا المدرب الصحيح؟ حتى أيام ما كان في ميلان بحب قدرة أنشلوتي على أنه يقدم كرة جميلة لم يكن عنده لعبين جيدين بحب هدوءه بحب قدرته على امتصاص الغضب أي لعب عنده بحب كثير أشياء في أنشلوتي كمدرب لكن أنشلوتي يمثل عكس كل شيء حكا ريال مدريد من حيث المشاريع الكروية في السنوات الأخيرة هم يراحوا على مشروع الشباب وأنشلوتي كمدرب عبر مسيرته كلها بجزء وثق بشابين في حياته والرجل معروف جدا ما بيحب اللعب الشباب هذا أول شيء متناقض أنت لم يتكثير شباب بعد أنه بيجيب واحد مش معروف عنه أنه بيعرف يتعامل معهم أو بالأحرى مش معني يتعامل معهم هذا الجزء الأول الجزء الثاني أنت بجودتك الحالية بلعبتك الحاليين بمستوهم الحالي عارف حالك ما بيجيب دور أبطال ممكن تنافس توصل دور ثمانية توصل نصف نهائي بس أنت عارف عند حدود الجد جودتك بعيدة ولسه مش أكيد أنه مدرج حيكون المستوى الموسم هذا ولا بنزيمة وما فيش راموس منعرفش تأثير في كثير مؤشرات أنه صعب تجيب دور الأبطال أنا شو رأتي مدرب عرف عنه أنه قوته بدوري أبطال أوروبا لكن بالدوري هو مدرب مش قوي أبدا نتكلم عن ثمان مواسم مع ميلان شاب فيها لقب دوري واحد مع اليوفي قصص شهيرة بخسارة الدوري في آخر أسبوع دائما حتى يقالتوا بين الشوطين في حلقة عملت عنها حتى قصة جمعة يوما ما عندما أقال اليوفي بين الشوطين أيضا مع باريسان جيرمان فازي بدوري وخسري بدوري ومع تشيلسي فازي بدوري وخسري بدوري ومع بايرام يونخن قال بالموسم الثاني ومنتكلم عن مدرب مش هو نفسه المدرب اللي جاء بأفرون وطلتعش منتكلم عن بعد ثمان سنوات لما راح عنابولي ولما راح على إفرتون أدار مشاريع أقل طموحا أقل ضغطا فأنت كنت تحكي أنا بدي مدرب بيكون بالجو باريس تخرج منه هاي التصريحات وإدارة نجوم والكلام هذا أنشلوتي بالنسبة إلي يناقض لحكار يا مدريد آخر ثلاث مواسم فهل باريس قرر يلغي المشروع اللي كان ماشي فيه ويعدله باتجاه آخر ربما هل باريس جاب أنشلوتي عشان يحمي نفسه من الإعلام بعد زيدان ربما بس سؤال نقاش كروي اللي بتلكلكم إياها هل أنتوا شايفين أنشلوتي صفقة تدريب ناجحة هذا أولا وشو رأيكم ليش باريس فكر فيه تحديدا فجأة وشال أسماء أخرى كانت مرشحة من الحيث لا ندري نسمع رأيكم بالتعليقات وبتدركوا لايك على الفيديو وبتشيروه مع أصدقائكم أيضا خلونا نسمع رأيهم معنا نوصل هنا لنا هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة